الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية قرار أمريكي قبل بالرفض والإدانة من قطر وتركيا واشنطن وللمرة الأولى تتخذ إجراء من هذا القبيل على مؤسسة تعتبر جزءا من حكومة أجنبية ما لم يرق لا لإيران ولا لحلفائها تركيا دانت القرار واعتبرته سببا لعدم الاستقرار في المنطقة إذ قال وزير الخارجية التركي إن الإجراء الأمريكي ليس مفهوما واعتبر كل العقوبات الأمريكية على إيران قرارا أحاديا وأسلوبا تتخذه واشنطن للضغط على الدول المساندة التركية ربما نتيجة طبيعية لتنامي العلاقة بين البلدين خاصة بالفترة الأخيرة بما يخص الملف السوري والعلاقات التجارية موقف أنقر المدافع عن إيران ليس أحاديا بل موقف موحد مع الدوحة التي قال وزير خارجيتها إن على الدول المحيطة بإيران الأخذ بالاعتبار وضعها الإقليمي رافضا تصنيف الحرس الثوري على قائمة الإرهاب ليس وزير الخارجية وحسب بل رئيس الوزراء القطر أيضا أكد خلال لقائه برئيس البرلمان الإيراني أن مواقف بلده تتماشى ومواقف طهران موقف رده لا رجان بتأكيده أن أمن قطر من أمن إيران وأن الأمن والتنمية في قطر جزء من أمن وتنمية بلده التصريحات القطرية التركية المتضامنة مع إيران تكشف بوضوح حجم العلاقة بين هذا التحالف الثلاثي الذي تتقارب أهدافه في دعم سيناريوهات الإرهاب والفوضى في المنطقة ترجمة نانسي قنقر